يا جماعة انك توصل ان انت تبقى بتوصل نهائي بطولة افريقيا ابطالة دوري ده عادي ده محتاج شغل كتير ده محتاج مجهود كبير قوي ده محتاج في الادارة تضحيات كبيرة وزكاء في التقطيط والتفكير في المستقبل وازاي يطور فرقاتي لان خلي بالك انت سهل ان انت تفوز ببطولة لكن ان انت تبقى بتفوز ببطولات كبيرة كل سنة ده بيتطلب منك فنيا ان انت تطور الفريق كل سنة كل ترانسفير ماركت لازم تبقى زكي جدا في متطلباتك في اولوياتك والله تاني بقول لكم الكلام ده من راجل زمالكاوي قبن عن جدا لو كل منظومات كرة القدم في مصر بالتنظيم بتاع الاهلي وبالتفكير في كل تفصيلة زي مجلس ادارة الاهلي مصر هتبقى في حتة تانية في الكرة انا بقول لكم الكلام ده لان انا راجل جوه المطبخ بتاع الكرة في البلد دي انا راجل عندي 41 سنة بقالي تقريبا يعني 25 سنة مدرك تماما ما يحدث في مطبخ كرة القدم في مصر النادي الوحيد اللي عنده استقرار كبير جدا يحسب له خلوا بالكو ولا يحسب عليه يحسب له ويحسب لأبنائه ولا يحسب عليه فيه احترام الصغير للكبير الكبير للأكبر فيه تنظيم فيه كل واحد عارف دوره فيه مين النهاردة اللي هسلمه اللي هيستلم مني عشان فلان ممكن يبقى حاجات كتيرة بتبقى محتاجة أدرجية بتبقى محتاجة أدرجية وانا هنا بتكلم اللعبة دي بتفوز بطولة أفريقيا ما شاء الله على اليوم كده ايه كده عادي كده عادي هتجي النهاردة تقول لي يا ميدو ده الأهل مستقر ده الأهل ما عندهش مشاكل ده الأهل يكبر أي حد هذا يحسب لأبنائه ولا يحسب عليهم مرة تانية لما تكون ناجح والناس ما بتشاورش على نجاحك الناس بتشاور على حاجات تانية غير نجاحك يبقى أنت يبقى أنت حققت المعادلة الصعبة بص الجمال كابتن الفرق الشناوي ما بيشاركش النهاردة بينادي كابتن محمود الخطيب أسطورة مصر في كرة القدم تمام؟ أسطورة مصر في كرة القدم وبيدي له حقه هو هنا الشناوي بيعمل إيه؟ هنا الشناوي بيرسي مبدأ العائلة بيرسي أي نادي ناجح لازم يبقى فيه مبدأ العائلة اللي هو رئيس النادي أب للجميع اللي هو كل واحد عارف دوره اللي هو كل واحد عارف أن الكيان أكبر من أي شخص موجود ولكن الشناوي هنا أرسى مبدأ العائلة أن الرئيس النادي اللي عمل مجهود كبير مع الفريق رغم أنه ربنا يديه الصحة كابتن محمود الخطيب المشاكل ممكن الصحة هي اللي ممكن يمر بيها لكن دايما موجود ودايما حريص أنه هو يوصل الرسالة صح دي مصر يا جماعة ده جمهور الأهلي بصوا الجمال زي ما قلتلكم أنا عز مالك المتش اللي فات أن بصوا جمال جمهور الزمالك بصوا الشباب بصوا الناس دي فرحانة إزاي ترجمة نانسي قنقر